هذا كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وقدم الرئيس السيسي خلال الاتصال خالص التعازي في ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق داعيا سيادته الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل من جانبه أعرب الكاظمي عن تقديره للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة التي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق وبتميزها على كافة المستويات